ما زال قسم الجراحة العامة وجراحة المناظير في هيئة مستشفى شبوى العامة يحقق النجاحات في تقديم خدماته وقد خفف لمرضاه الكثير من الصعبات وتدليلها لهم حيث جرى بهيئة مستشفى شبوى العام إجراء عملية استصال فتاق إربي بالمنظر لمريض وصرح الدكتور عبد المحمود أبو شيبة اختصاص الجراحة العامة وجراحة المناظير بالهيئة إن المريض كان يعاني من فتاق إربي وتم إجراء عملية جراحية سابقة له خارج اليمن ومضيفا أنه جاء للهيئة بعد ذلك وتم إجراء الفحوصات اللازمة حيث قررنا له عملية بالمنظر ومؤكدا أنها أجريت له العملية بنجاح بوسطة الفريق الطبي وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية التي تجرى لأول مرة في هيئة مستشفى شبوى العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر